لسا مكملين معاكم في أخبار نادي الزمالك برضو من الأخبار اللي هي انتشرت تم تدولها ويحبين ان احنا نحط النقط على الحروف فيها طيب سيف فاروق جعفر لعيب خط وسط نادي الزمالك اللعيب الصاعد الواعد بينفي ان هو يكون وقع على عقد مع نادي بيريمينز في الفترة اللي فاتت بيؤكد ان هو ما زال بينتظر ان هو يعد في جلسة مع مسؤولي الزمالك علشان يحسم الموقف بتاعه بشكل رسمي وبينتظر ان هو يوقع عقد جديد مع نادي الزمالك خصوصا ان العقد الحالي بينتهي بنهاية الموسم الحالي طيب اخبار الانتقالات لنادي الزمالك التونسي الياس الجلاصي اللعيب طبعا النادي المصري البور سعيدي بيرفض في الوقت الحالي بيرفض ان هو يرد على الوكلة في اي حاجة تخص مفاوضات الزمالك معاه علشان الحصول يعني على خدماته في الموسم اللي جاي بيطالب ان اي اتصالات مباشرة تكون مع الفريق بتاعه مع النادي بتاعه المصري البور سعيدي هو الجلاصي ما لهوش او ما عندهوش اي مانع ان هو ينتقل الى نادي الزمالك بس هو بيطلب حاجة واحدة ان هو يتكون التواصل الاتصال مع النادي بتاعه بشكل مباشر مش مع هو هو عايز يكون زي ما قلنا ان التواصل يكون مع الفريق بتاعه خلال من خلال ادارة المصري البور سعيدي طيب لسه مكملين في اخبار نادي الزمالك واخبار اللعيبة اللي بتنتقل من والى نادي الزمالك في الايام الاخيرة كمان بعض الوكلة ارينا ان هو بيعرض اللاعب الكاميروني ليونيل وانبا صاحب العشرين سنة ليونيل وانبا لو احنا فاكرين هو صاحب هدف الفوز على نادي الزمالك هو بيلعب في مركز المهاجم في فريق شباب بلوزداد الجزائري تم عرضه على مسؤولي نادي الزمالك علشان يتم التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المفروض ان شاء الله هتبدأ في يوليو مسؤولي نادي الزمالك قاموا برفع الامر للجنة الفنية عشان هي اللي هتحسم الامر اللجنة الفنية في الوقت الحالي بتدرس الارقام بتدرس الاحصائيات بتاعة اللعيب قبل ما يبدأوا اصلا ان هم يتفاوضوا معاه هل حينسبهم هل مش حينسبهم بعد كده طبعا حيتم عرضه على مدير الفني اللي نادي الزمالك الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو وانبا كان زي ما قلنا صاحب هدف فوز شباب بلوزداد على الزمالك واحد صفر في دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا اللي بتتلعب دلوقتي طيب لسه مكملين معاكم في اخبار نادي الزمالك اخبار اللعيبة عقود اللعيبة التونسي حمزة المسلوسي ظهير ايمن نادي الزمالك بيوافق على ان هو يجدد عقده مع الزمالك اللي بينتهي بنهاية الموسم الجاري اللعيب ينتظر ان هو يعقد جلسة مع مسؤولي نادي الزمالك علشان التجديد خصوصا انه وافق على جميع التفاصيل الخاصة بالعقد بتاعه الجديد